أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده حلقة اليوم ليست حديثا عن آيات محددة إنما عن مصائب تصيب المسلمين في سوريا وفي غيرها والرجوع فيها إلى كتاب الله وأصله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله جاء بها الأنبياء جميعا من لدن نوح عليه السلام أول نبي للبشرية إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وتعني لا إله إلا الله أنه لا طاعة ولا عبودية ولا خضوع إلا لله فإذا أطاع الله عبدا من عبيد الله وترك طاعة الله فإنما هو مشرك أشرك مع الله طاعة غيره وكل إنسان إذا وقع بخطأ وذنب مهما كان كبيرا عسى الله أن يغفره إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن لا إله إلا الله هي تحرير للإنسان وإن جهلها كثيرا من الناس ولذلك سمي العهد الذي جهل فيه ربنا تبارك وتعالى وجهلت العبودية لله وعبد الناس غير الله سميت بالجاهلية فالجهل في القرآن ليس معناه جهل القراءة والكتابة أو جهل علما من العلوم إنما هو أن يجهل العبد خالقه ومربيه ومنميه فيتخذ أربابا أخرى من دون الله أو يتخذ آلهة أخرى غير الله يطيعها ويعبدها أيها الإخوة المؤمنون أيها الناس في سوريا وفي كل مكان في كل أقطار الأرض دعوة الرسل ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم أساسها وأساس الدين لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا طاعة إلا لله لا محبة كاملة إلا لله ربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة أراد للبشر أن يحررهم من العبودية لغيره ولكن من أجل التسلط والاستعباد يطغى البشر بعضهم على بعض فيرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء ليحررهم من عبودية غير الله لأن الإنسان لا بد إلا وأن يكون مطيعا لنظام يضعه الله فهو عبد لله وبقدر ما يخرج عن أمر الله وحكمه يخرج إلى حكم غيره فيكون مشركا والعبودية لغير الله أو تسلط الغير على الإنسان إما أن يكون مباشرا مثل الفراعنة فرعون موسى وفرعين في القرن العشرين الدكتوريون العسكريون المتحكمون في البشر هؤلاء أيها الإخوة تسلطهم مباشر ولذلك قال فرعون موسى ما علمت لكم من إله غيري كيف اعتبر نفسه إله هل يصلون له لا قال تعالى استخف قومه فأطاعوه فكل فرعون كل طاغية استخف الناس وقهرهم وأرهبهم فأطاعوه فهم عبيد الله أيها الإخوة أيها الناس في كل مكان نحن ندعوكم إلى فهم الحرية الحقيقية تسلط الإنسان على الإنسان المباشر مثل تسلط فرعون وفرعين في القرن العشرين وكل دكتوري إرهابي وهناك تسلط غير مباشر عن طريق الأصنام أو الشعارات فيقدس الناس صنما أو شعارا ومن وراء هذا الشعار يوجد تسلط من الإنسان على الإنسان ألم يكن الناس يتسلطون علينا بحجة وحدة حرية اشتراكية أين الوحدة وأين الحرية وأين الاشتراكية عندما نقول لهم هذا أين أين ننزل الأقبط التعزيم بعد ذلك نحن المسلمون إرهابيون وهم الكفر الفجرة ليسوا بإرهابيين يريدون منا أن نطيع غير الله ومع ذلك لا يطبقون ما يقولون ولا يفعلون ما يؤمرون ومع الأسف كثيرا من شعبنا كان يقول ماذا ينقصنا لماذا ثار الناس نحن بخير أي خير أي خير إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بما يشاء أي خير إذا كنا نعلم أن من قام بالانقلاب هو خائن سلم أرضنا لليهود ولكن لا يستطيع أحدا أن يفتح فمه لا بد أن نقدس ونسبح بحمده حتى أن رجال الأمن يأتون إلينا إلى المساجد وبأسلوب خبيث يهددون من لا يسبح بحمد الطاغية من لا يدعو له على المنبر من لا يدحه لم نذمه ولكن يجب أن ندحه أيضا أن نقول هو الأمين مع أنه الخائن صدق عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يخون الأمين ويؤمن الخائن لذلك سأتكلم أنا أيها الإخوة على ناحية هامة خفيت عن القليل من شعبنا في سوريا وتخفى على كثير من شعوب الأرض في العالم يظنون أنفسهم موحدون وهم عبيد لغير الله وإذا رضوا بهذه العبودية فهم مشركون أما إذا أكرهوا عليها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا أكرهوا إكراها تاما ملجئا ولو بدرت منهم تصرفات في طاعة غير الله وهم مكرهون ولهم لا يستحلون طاعة غير الله فليسوا بمشركين أيها الإخوة عندما يختار الناس أشخصا أو أشخاصا ويبايعونهم بحريتهم على أن يقيموا فيهم حكم الله أو غير حكم الله هذا يسمونه ديمقراطية وأعداؤنا في خارج البلاد الإسلامية لا يريدون هذا النظام لنا لأنهم يريدون أن يتحكموا فينا في بادي الأمر في زمن عصبة الأمم المتحدة بدأ ما يسمونه الاستعمار وهو الاستعباد سموه الاستعمار أي أنهم جاءوا إلى بلادنا ليعمروها فقسموها أقساما على طريقة السياسة الإنجليزية فرق تسود وتسلطوا علينا قتلا وتنكيلا ثم أقاموا علينا مجموعة من جماعتهم كان يسمى الحزب الوطني وفي عهد هذا الحزب فتحت البارات والمراقص والماكن الفساد وانطلق الناس بحرية في كل شيء إلا حريتهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له إلا حرية الطواغيط في التجهيل وعندما بدأ الناس يتفتحون ماذا حصل بعد أن خرجت فرنسا عندنا جاءت الانقلابات العسكرية لماذا يحكمنا الغرب بالانقلابات العسكرية لأن أمريكا مثلا أو قبلها إنجلترا كانت هي زعيمة التسلط في العالم بدل أن تتعب نفسها وتكلف جنودها وتخسر الملايين من أجل التسلط علينا لأخذ خيراتنا واستعبادنا أقابت مجموعة عقولها ليست كعقولنا ومفكارها ليست كأفكارنا ومع ذلك عندما تفتح الشعب وجدوا أن هذا لا يصلح لهم فلا يستطيعون أن يتفاهموا مع مجموعة من الناس يسمونها المجلس النيابي أو المجلس الاستشاري أو يسميها ما شئت ولكن يستطيعون أن يتفاهموا مع فرد ديكتاتوري يربونه كما يشاءون حتى يسلموه زمام أمور المسلمين وهو ليس من المسلمين فيتسلط عليهم ويذيقهم سوء العذاب أيها الإخوة المؤمنون لنبدأ بانقلاب العسكر انقلاب حافظ أسد عندنا في سوريا بعد أن كان وزير دفاع مثل السيسي في مصر وزير دفاع وانقلب على الشرعية لأن عامة أهل مصر وأكثريتهم مسلمون ويريدون الإسلام وهذا لا توافق عليه إسرائيل وبالتالي حمير إسرائيل في الغرب من الدول المتصاهنة تنفذ رغبة إسرائيل فلابد أن يرفع هذا النظام حركوا عملاءهم فلم يكن لهم عملاء كثر فلابد من أن يأتي عميل في الجيش وزير دفاع يقتل ويفرض ما يريد ولكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد سيزول حكم الطاغوت بإذن الله أيضا عندنا في سوريا حافظ الأسد كان وزير الدفاع فأصدر أمرا بانسحاب الجيش من الجولان الجولان الذي بذلنا فيه أموالنا من طعام أولادنا كنا ندفع الأموال من أجل أن يعملوا ترسانة ممتازة ضد اليهود في هذه المناطق العالية التي تشرف على ثلث فلسطين يأتي حافظ أسد ليسلمها هي وأسلحتها وكل ما فيها ويأمر بالانسحاب الكيفي هذا عندما كان وزير الدفاع والعالم كله يعرف ليس شعبنا فقط وشعبنا أبناؤنا كانوا في الجبهة يعلمون ذلك لم يأتي هذا من فراغ لم تأثري على هذا الرجل لا إنه سلم الجولان حتى كان يقول الناس عنه سرا بائع الجولان لا لم يبيعها أعطاها مجانا لليهود ونصبوه رئيسا علينا لأنهم لن يجدوا أكثر قذارة وإجراما وخيانة منهم فكان رئيسا للبلاد وكان هناك استفتاء وأنا أسميه استفساء استفتاء سيخرج فيه هذا القائد العسكري ويخرج بانتخابات مزورة والله لم يذهب واحد منا ولا ممن نعرفه لينتخب أو ليستفتي ولكن مع الأسف استفتاء كل الناس حتى الأموات انتخبوه وأرادوه هذه الجرائم تجري ويظن الناس أننا أحرار لسنا بأحرار هذا الذي سلم الجولان ماذا فعل أنشأ جيشا ولياذب الله تعالى فاسدا عميلا كافرا مجرما واستعان بعصابته النصيرية واستعان بكل فاجر من غير النصيرية حتى كان ضباط هذا الجيش من أكثر الناس إجراما وقد لا يعلم إجرامهم عامة الناس ولكن الخاصة والعاقلون والمفكرون والذين يفهمون طبائع الأمور يعرفون إجرامهم من ذاك الوقت ظهر إجرام هذا الجيش الآن بل ظهر قبل الآن عندما ثار الناس في سوريا ودخل هذا الجيش المجرم أقول المجرم وأريد أن أثبت أن حافظ الأسد المجرم كون جيشا مجرما من عصابته قبل أن أنتقل إلى حماه مدرسة المدفعية عندنا في حلب كنا نسمع بأذنة في المزياء وفي التلفزيون قبلوا من من دمشق عشرة من حلب عشرة من حمص حشرة من حماه عشرة من دير الزور عشرة الله من كل محافظات حلب جمعوا للدورات في هذا الجيش وعندما جاء ما أذكر إيش اسمه هذا الذي كان مسؤول الأمن قتل الدورة كلها لم يخرج من الدورة إلا ثلاثة أو أربعة هم من السنة والباقي كلهم نصيريون أليس هذا إثبات على أن هذا الجيش الذي يؤسسه هذا الطاغية جيش نصيري يريد أن يتحكم في الأقلية ويريد أن يتتحكم طائفته في بقية الشعب السوري ثم يقول لنا طائفية لا لازم نسكت هذه الطائفية أيضا عندما جاء باص أيضا في السورة حلب وفي سورة سورية في زمن حافظ الأسد عندما ذهب الجنود الضباط إلى القرداحة يزوروا أسرهم ويعودوا دنبر لهم الشعب كمينا في مكان وأطلق النار على الجنود في الباص الذين قدموا من القرداحة وأخبرتنا الأمن وأنا واحد من الناس أمثل العلماء ومعنى تجار وكذا أخذونا حتى نرى هؤلاء الذين أطلق عليهم النار فكان يقولون لنا إطلاق النار على اليهود ليس على هؤلاء انظروا إلى هؤلاء كنا نكلمهم ويكلموننا من لم يمت منهم كلهم من القرداحة قعف 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 هل هذا جيشنا لم نره يطلق النار على إسرائيل ثم يطلبون مننا أن نطلق النار على إسرائيل ليس عليه أدركتم أن هؤلاء عملاء إسرائيل وهذا جيش إسرائيلي نعم هذا الجيش أول معرك بدأ فيها ليس قتال ولكنه قتل في حماه قتل من أهل حماه أكثر من 35 ألف قتيل 35 ألف شهيد وخرب ثلثها تخريبا تاما هناك حياء لم يععد لها أثر وخرب جزء منها تخريبا جزئيا والباقي يعني هذا ما فعله الأب القائد حافظ الأسد ولم يتكلم أحد عن هذا في سنة الثمانين إلا بعد أن أذاعت أمريكا أن الجيش السوري الذي هو جيش إسرائيلي ليس سوري الجيش السوري سيطر على حماه وأخمد الأمور طبعا الناس عندما يموتون سيسكتون والمعركة الثانية في تل الزعتر عندما قتل الفلسطينيين وأهل لبنان يعرفون والنصارى في لبنان يعرفون وهذا المجرم حسن نصر الشيطان يعلم ثم يقول أنه جاء ليدافع عن المقاومة ليدافع ويناصر المقاومة هذا حافظ أسد وابنه هؤلاء يقاومون بدافع المقاومة هؤلاء يقتلون المقاومون يقتلون المقاومين يقتلوننا نعم يقتلوننا نعم هذه حرب حافظ الشيطان جاء بعده ابنه لم يسلم قطعة أرض لليهود يريد أن يسلمنا جميعا لليهود ضعاف أموات القتلى تجاوزوا 200 ألف قتيل والمفقودين أو المفقودون أكثر من 100 ألف مفقود طالبهم قتلوا والمساجين والنساء حدث ولا حرج والواقع يري أين البشرية أين العالم أين من يسمون أنفسهم عرب مع الأسف يسمون أنفسهم مسلمين كمان يسمون أنفسهم مسلمين أيضا أين الإسلام منهم وأين نحن من الإسلام نريد أن نخلص من ذلك أنني في كل ما قرأت واتطلعت عليه في التاريخ لم أجد كافرا بل مجرما مع كفره يقتل شعبه بسلاح شعبه وبأموال شعبه لم يحصل في التاريخ أبدا الأسلحة التي يقتلنا بها الطائرات التي تخصفنا نحن دفعنا ثمنها يأتي هذا الخائن فيقتلنا ثم يزعم من يسمون أنفسهم هيئة الأمام والإنسان وحقوق الإنسان نحن نريد أن يعاملوا البشر على حقوق الحيوان لا حقوق الإنسان ولكن المسلمين وقتهم أسوأ من الحيوان يعتبرهم هكذا الفجار الذين يظنون أنفسهم أنهم نصارى لا والله ما هم بنصارى إنهم متصهينون لا أقصد الشعوب الغربية وشعب أمريكا لا حكامهم متصهينون حمير لليهود فلينتبه شعوب الأرض لينتبه شعوب أوروبا لينتبه شعوب أمريكا لا نقول هذا لشعوب الاتحاد السوفيتي لأنهم غارقون في العبودية لمن يتحكم فيهم باسم الاشتراكية والشعية هم أسوأ من العبيد نقول هذا لمن يظنون أنفسهم أنهم أحرار وأنهم متحضرون ومتمدنون وهم عبيد لحكام متصهينين ينفذون أغراض إسرائيل أو الدولة اليهودية أقاموا دولة اليهودية وبعبعد النصارى عن دينهم وأنا أتحداهم أتحدى أوروبا وأمريكا إن كانوا يزعمون أنهم يريدون الدين النصراني هل المسيح عليه الصلاة والسلام يرضى بإزهاق الأرواح لن نعيد الكلام عن مجزرة البيضة وغيرها وغيرها والسودة وواواوا من أيام من يومين في مدينة حلب أكبر مدينة في سوريا يقتل فيها من يقتل؟ يسمونها حرب قال منعوا عننا السلاح حتى لا تقع حرب طائفية أو حرب أهلية أي حرب يا مجرمون هذه التسمية تدل على أنكم مجرمون مع بشار الأسد وأنتم تساندونه هذا قتل وليس حرب قتل بالطيران والصباريخ وكل أجواء الأسلحة المحرمة وغير المحرمة تضحكون على ذقوننا أنكم أوقفتموه عن سلاحي الكيميائي والقنابل الأخرى والطائرات والقاذفات والبراميل التي تضرب تزيل حيا بأكمله حي فيه أطفال فيه نساء فيه رضع فيه شيوخ ليس فيه جيش حر إن كانوا أبطال هؤلاء الكلاب المجرمين فلينزلوا إلى الأرض وليقفوا عن السماء ليدعوا طائراتنا على الأرض وينزلوا يقاتلوننا في الأرض نحن نعلن النفير العام من شباب المسلمين في سوريا قل له من يستطيع حمل السلاح أن يتدرب ويقف في هج وجه هذا الطغيان الذي وراءه كل دول العالم نعم كل دول العالم يزعمون أنهم يمنعون عننا السلاح لا نريد أن يعطونا سلاح ولكن يمنعون دخول السلاح إلينا نحن نستطيع أن نشتري سلاح ونستطيع أن ندافع عن أنفسنا ولكنهم أمروا عملاءهم أمروا عملاءهم أن يمنعوا السلاح أننا بحجة أن لا تكون حرب أهلية لعنهم الله أيها المسلمون هكذا يكون التحرير والتحرر في سوريا وفي كل مكان ليس بأمر سهل كما قال الشاعر وللحررية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدقه فاصبروا كما قال الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون إن لم نتق الله لن نستطيع أن نتغلب عليهم لأنهم سلقوا سلاحنا ويقتلوننا به وتمدهم أيضا الدول الفاجرة المارقة التي ليس فيها ذرة إنسانية بأسلحة فلن نستطيع أن نتغلب عليهم إن كنا مثلهم في الكفر والفساد ولكن إذا رجعنا إلى ربنا عسى الله أن يرحمنا وأن يُقِدنا من القوم الكافرين اللهم يا حي ويا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض انتقم من هؤلاء الفاجرين الكافرين وانتقم مما وراءهم مما يكذبون على البشرية ويكذبون على شعوبهم ويزعمون أنهم يقاتلون مع الأسد من أجل من أجل ماذا؟ من أجل المقاومة أي مقاومة؟ أي رصاصة أطلقها المجرم على اليهود وقد أطلقت علينا جميع أصناف الأسلحة المحرمة دوليا وغير المحرمة إلى ما هذا الكذيب؟ ما عاد ينطل علينا والبشرية كلها تعلم فأنتم أيها المجرمون تكذبون على أنفسكم وسيكون مصيركم بإذن الله كلما اشتد الأمر علينا سيكون مصيركم أفضع وأشنع أنتم ومن وراءكم من طائفتكم ممن يؤيدونكم لا ممن يتلصلون منكم ومن وراءكم من الدول الفاجرة سواء كانت عربية أو غير عربية لأن بعض الدول العربية أيدت انقلاب في مصر مثل انقلاب العنى لسواء وزير الدفاع ودفعت المليارات من أمركم بهذا؟ أه الله أمر بذلك أم على الله تفترون؟ أم أمريكا أمرات؟ هل أنتم توحدون الله أم توحدون أمريكا؟ ولا تطيعون الله أبدا لا تشركون؟ لا أمريكا لا وحدة اتقوا الله أيها المؤمنون اتقوا الله أيها الشعوب اتقوا الله أيها الحكام ارجعوا إلى الله والله أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه المنتقم سينتقم منكم والله تبارك وتعالى إن لم ينتقم منكم في هذه الحياة الدنيا سيأتي الموت أين تذهبون من ملك الموت؟ سيأتي الموت وتسألون عن دم الرضيع والصغير والكبير والمرأة الذي سال على الأرض لماذا؟ من أجل عيون اليهود نعم من أجل عيون اليهود لا يستفيد من قتلنا إلا اليهود فهم يقتلوننا يا يبع اليهود وليست هذه حرب إنما هي قتل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمر الظالمين وأن ينصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مُخْتَارَاتٌ من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر